كيف كان السلف مع القرآن؟ السلف دي قرآن سرسنقو هل ترك السلف الصالح حفظ القرآن؟ آية سلف الصالحين دي قرآن حفظ بريخو هل حفظ القرآن دون تدبر أو عمل؟ آية قرآن بغير دي تدبر أو عمل نا لا والله لا هذا ولا هذا نا يتكلم لهم نداء أو نداء كان لديهم حفظ يومي للقرآن باستمرار ونظر في تفسير هذه الآيات نظر يومي نعم تعلم ويستعين بالله العمل فجمعوا بين الحفظ والعلم والعمل كذلك التداوب القرآن ونستعين بالله العمل فلابد أن نكون على ما كان عليه السلف نلازبي خبرنا من قوم داوية باللغة 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 أولا نصحح القراءة قبل أن نحفظ 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 ننظر في تفسير هذه الآيات في تفسير مختصر لا نطالع المطولات من التفسير ونستعين بالله العمل أهم السورة وأول سورة نبدأ بها سورة الفاتح سورة الفاتح ثم بعد هذا ننتقل إلى قصار السور من الزلزلة إلى الناس والله أعلم نحفظ سورة الفاتح الله أعلم نحفظ